اشتركوا في القناة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة والجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين والدفع بعملية إحلال السلم والأمن والاستقرار في المنطقة كما بحث الجانبان التحضيرات الجارية لانعقاد القمة العربية الثالثة والثلاثين التي سوف تصديفها مملكة البحرين في 16 مايو المقبل وبرنامج عمل القمة والموضوعات والقضايا المقرر إدراجها على جدول أعمال اجتماع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية